لله فلا مضل له وميظل الفلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نتكلم عن شرح رسالة مختصرة تسمى الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرمدت شيخ حفظه الله الله خانس اقترامه خبته الحاجة نأيتب خبه الحاجة نأيتب ولا شهد أن نأيتب نحن نأيتب على سبيل الحاجة صحيح بن باز رحمه الله تعالى القطاع المهمة لأننا نأيتب لماذا يدرس هذا الكتاب مهما لعامة الأمة نأيتب هذه الكتاب أتب من القطاع المهمة لأنها على ما سماها المؤلف رحمه الله مهمة هذه الدروس المهمة فيها حال المسلم مع القرآن التوحيد وما يضاد التوحيد الشرق وما يتعلق بالصلاة من الوضوء والطهار والإغتسال والتيمم وما يتعلق بالصلاة من الوضوء والطهار والإغتسال والتيمم والأداب والأخلاق الإسلامية نبدأ بالقسم الأولى حال المسلم مع القرآن المسلم يجب أن يكون له حظ يومي من القرآن يعني قراءة يومية ورد يومي من القرآن يقرأ القرآن لا يهجر القرآن نعم ما هي أهم سورة في القرآن أهم سورة عندنا هي سورة الفاتحة نعم أولا لابد نصحيح قراءة الفاتحة أولا لابد نصحيح قراءة الفاتحة لأن كل واحد مننا يعتقد أن قراءته صحيحة لكن لا بد أن يسمع منه الفاتحة مدرس إمام مسجد مثلا والآن بهذه الوسائل الحديثة سهل جدا الوصول إلى إنسان يصحح لقراءة الفاتحة نعم لأن بعض الأخطاء في الفاتحة قد تؤدي إلى بطلان الصلاة نعم بعد أن نصحيح القراءة أحفظ أقرأ في تفسير مختصر عن معاني هذه الآيات التي أقرأها وستعين بالله على العمل بالقرآن أقرأ في تفسير مختصر نبدأ بالفاتحة ثم قشار السور مثلا فاتحة أقرأ في تفسير مختصر يعني من الضحة إلى الناس أو من الزلزلة إلى سورة الناس مثلا هذا هو القشم الأول حال المسلم مع القرآن هذا هو القرآن من الزلزلة إلى القرآن من الزلزلة إلى القرآن من الزلزلة إلى القرآن